ينضم إليها في استوديو القناة الأولى المصرية الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية برحب حضرتك دكتور ضيفا كريما معنا في يوم غير عادي بالنسبة للمصريين لاختيار منصب حساس لقيادة جديدة أهلا بيك يا سيزاهبة وأهلا بسادة مشاهدي القناة الأولى المصرية طبعا يوم تاريخي يدل على أن هناك ملحمة تاريخية بيتم سياغتها على واقع الأرض هناك تحرقات في كل بقاع مصري العمل على الإدلاق بصوتهم ودادة للقاطع على أن هناك وعي وإدراك كبير من كل الشعب المصري للمشارقة في صناعة تاريخ مصر هذه الرؤية التي تتبلور الآن لكيفية إيجاد دعم حقيقي للدولة المصرية اللي بتمر بالكثير من التحديات اللي بتواجه الأبن القومي المصري واللي لابد أن يكون هناك ظهير شعبي حقيقي يدعم القيادة السياسية القادمة للعمل وبشكل كبير على إظهار صورة الدولة المصرية الحقيقية أمام كل دول العالم هذه الرؤى بتتبلور الآن من خلال مشارقة واقعية حقيقية تؤدي وبشكل كبير إلى أن يشعر العالم بأن المواطن المصري لديه من الوعي والإدراك والثقافة بأهمية المشارقة في الحدث الأبرز في تاريخ مصر في هذا التوقيت وهو انتخابات الرئاسة المصرية وبالتالي هذا سينعكس بشكل إيجابي على الصورة الزهنية للدولة المصرية سيؤدي بما لا يدع مجال الشك إلى نظرة العالم والمجتمع الدولي للداخل المصري وللدولة المصرية باعتبار أن الدولة المصرية أصبحت جزء أساسي في تحقيق الديمقراطية الحقيقية بما يتوافق مع النظرة العامة للدولة المصرية التي حققت قفزات كبيرة سواء فيما يخص الديمقراطية فيما يخص حقوق الإنسان فيما يخص كل الملفات وبالتالي هذا الدعم لابد أن يتحقق على الواقع لأن يكون هناك رؤى حقيقية يتم بلورتها على واقع الأرض نعم خلينا نفند المشهد الانتخابي ولماذا يذهب المصريون إلى صندوق الاقتراع في ظن وتقديري أن كل مواطن يذهب ويضع ورقاته داخل صندوق الانتخابي لديه هدف لابد أن يحققه وهو يبحث عن الشخص الذي يستطيع أن يحقق أهدافه المستقبلية سواء له أو لأبناؤه في الفترة القادمة لأن هذه الورقة تستمر بمجابها رئاسة حكم مصر لسنوات وبالتالي هو يبحث وبشكل كبير عن تحقيق تطلعاته سواء على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على المستوى التعليمي هو يبحث عن المرشح الذي يحقق له هذه الاستراتيجية التي يبحث عنها بشكل واضح وتحقق له كل أهداف وبالتالي كل مواطن لديه حلم يريد أن يحققه هذا الحلم يتحقق بمشاركته يتحقق بالإدلاء وبصوته يتحقق بوضع ورقته داخل صندوق الانتخاب وبالتالي نحن في اليوم الأول الآن لدينا رؤية استراتيجية للعمل وبشكل كبير على يعني أن تحقق الانتخابات المصرية نتائج مبهرة من نعيح من حيث المشاركة من حيث الوعي من حيث الإيمان بأن الدولة المصرية تسير في الطريقة الصحيح على الرغم من أننا شهدنا الكثير من الإنجازات في الفترة القادمة من قبل الدولة المصرية وقادة الدولة المصرية التي لم تتوانى عن خدمة الشعب المصري بشكل واضح وبالتالي أرى أن هناك استراتيجية واضحة ينظل لها المواطن المصري لكي يحقق رغباته وتطلعاته في الفترة القادمة وتحول تتحول الدولة المصرية إلى دولة زاد دور دولي في ظل أننا نشهد الآن أن هناك نظام دولي بيتم سياغاته ومصر أصبحت لاعبا محوريا في الكثير والكثير من كل بقاءة إذن نتحدث عن رسم للأولويات والسياسات سواء في الداخل أو في الخير يعني رسم أولى هذه الأولويات هناك من يبحث عن العمل الاقتصادي لأن العالم مر بمنحنيات خطيرة جدا فيها الملف الاقتصادي يعني خرجنا من أزمة كورونا اللي أصرت بشكل كبير وأحدثت غلق في الكثير من الاقتصاديات وكل دولة أغلقت على نفسها وأصرت بشكل سلبي على مجمل الأوضاع العالمية ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتدعياتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير أوروبا بتعاني بشكل كبير جدا نتيجة التدعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية وليس أوروبا فقط يا فزيبي ولكن كل دول العالم وبالتالي تحتاج هذه الفترة إلى من لديه الرؤية الصائبة لكي يتحرك مع بصلة الدولة المصرية لتحقيق إنجازات على واقع الأرض واستكمال ما تم على الواقع لأننا شهدنا تفارات حقيقية وإنجازات حقيقية في كل القطاعات وبالتالي لابد أن يتم استكمال هذا المصار الذي بدأ منذ أكثر من عشرة أعوام بعدما تولى الرئيس السيد سنة الحكم في العام 2014 لابد أن يتم استكمال هذا المصار ولابد أن يتم استكمال ما تم إنجازه نحن نشهد تنمية اقتصادية كبيرة في سيناء الأرض الغالية التي تتعرض لتهديدات الآن وتحتاج إلى كثير من الوعي والإدراك للتعامل مع هذا الملف تحديدا الدولة المصرية صرفت أكثر من 600 مليار دولار على سيناء للتنمية وتوجه به التهجير بالتنمية بالإضافة إلى وضع خطة خماسية من قبل الحكومة المصرية بحوالي 363 مليار دولار أيضا لتنمية سيناء وأقامة الكسير من المشروعات الاقتصادية مشروعات كبيرة جدا قامت بها الدولة المصرية على المستوى الصناعي الزراعي وبالتالي لابد أن يكون هناك دعما حقيقيا لمصار التنمية في مصر من خلال الحرص على اختيار من هو القادر على استكمال هذه المسيرة من هو القادر على سماع ولا أستطيع الفصل في الحقيقة يعني عن الملفات الداخلية وفصلها عن الملفات أو التحديات الخارجية سواء فيما يخص القضايا العربية حماية الأمن القومي المصري وحماية الأمن القومي العربي أو فيما يخص أيضا التنمية في الدخل المصري يعني كلها تتشابك مع بعضها لا يمكن فصلهم عن بعض لأن دائما وأبدا الأوضاع الخارجية بتلقي بظلالها الكارثية على الأوضاع الداخلية يعني إحنا بنتحدث على الرغم من أن الدولة المصرية يعني لديها حدود ملتهبة من كل الاتجاهات عدم استقرار سياسي كبير جدا سواء في ليبيا في السودان بالإضافة إلى ما يحدث في قطاع غزة الآن إلا أن الدولة المصرية ثابتة وتعتبر هي عمود الخيمة لاستقرار الأوضاع ليس فقط في مصر ولكن في كل المنطقة العربية والشرق الأوسط ومن خلال دور ريادي وتاريخي دائما بتلعبوا الدولة المصرية وزاد هذا الدور في الأعوام الأخيرة نتيجة ظهور الكثير من المشاكل أكثر من تحمل العبء في القضية السودانية هي كانت الدولة المصرية أكثر من تحمل العبء في دعم الأشقاء في ليبيا كانت الدولة المصرية أكثر من يعني دافع عن القضية الفلسطينية باعتبرها أم القضايا وقضية مركزية وقضية مصرية بامتياز كانت الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية وبالتالي كل هذه التحديات تحتاج إلى رئيس من نوع خاص رئيس حديدي يسعى إلى استكمال ما تمه لأن هذه المرحلة هي مرحلة صعبة جدا تحتاج الكثير من التنصيق وهذا لا يمكن أبدا أن نفصله عن الداخل كما حضرتك أشارتي لأن ده بيكون لي تدعيات كبيرة جدا شهدنا بعد أزمة الحبوب اللي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على كل دول العالم وبالأخص الدولة المصرية ولكن الدولة المصرية بدأت تبحث عن مصادر بديلة ونجحت في ذلك